في صباح أي يوم أحد ستجدون معظم الكنائس في جورجيا مكتظة بالمؤمنين أول ما يلاحظه الزائر هو عدم وجود مقاعد في معظم كنائس جورجيا ذلك لأنه على خلاف المتعارف عليه في الكنيسة النموذجية المسيحيون هنا يقفون في أثناء الخدمة نقول أن المسيحيين الأرتودوكس هم كالشموع لأنهم يقفون أمام الله في الكنائس ليس مريحا الوقوف لساعتين أو ثلاث ساعات بشكل متواصل ولكننا اخترنا هذا الأمر هكذا كانت الخدمة في كاتدرائية الثلوث الأقدس في العاصمة الجورجية تبليسي حيث وقف الألاف للاستماع إلى أشهر مواطن في بلدهم اسمه إليا الثاني وهو يخدم روحيا المجتمعات المسيحية الأقدم في العالم تاريخ كنيسة جورجيا يعود إلى القرن الأول بعد الميلاد حين دخل تلميذ يسوع إلى جورجيا وبشروا بالإنجيل في عمر الثالث والثمانين هذا الرجل المخضرم يلقبونه بمودة أكثر رجل موثوق به في جورجيا هو الأب الروحي لجورجيا ومثلا رائعا عما يعنيه أن تكون خادما متوادعا لله ربما لم تسمعوا عنه أبدا ولكن في جورجيا ومحيطها يحظى إليا الثاني بشهر أكثر من نجوم الأفلام والسياسيين البطريارك إليا الثاني هو الشخصية الأكثر مهابة في جورجيا مؤيدوه في استطلاعات الرأي يفوقون التسعين في المئة في مقابلة حصرية أجريناها في مقره السكن الخاص إليا الثاني الذي يحمل رسميا لقب بطريارك كنيسة جورجيا الأرتوذكسية تحدث إلينا عن محبة بلده العميقة لله تاريخ الكنيسة والشعب والأمة متشابك في القرن الرابع الميلادي تم إعلان المسيحية رسميا دينا للدولة هذا يجعل جورجيا من أقدم الدول المسيحية في العالم في هذا البلد الواقع بين جبال الكوكاز والبحر الأسود يقول 85% من الناس إنهم يتبعون للكنيسة الأرتوذكسية وفي مشاهد الدول الأوروبية مجاورة تهاوي لالتزام الديني لكن المسيحية في جورجيا تشهد نمواً غير مسبوق نحن نعتبر كواحة روحية صغيرة في وسط هذه المنطقة تقلد البطريارك إليا الثاني منصبه في ميلاد العام 77 ومنذ ذلك الحين نجح بمفرده في إحياء كنيسة جورجيا الأرتوذكسية وتولى مهامه فيما كانت الكنيسة عن اضطهاد سوفيتي مريراً الغزو الشيوعي في العام 21 دمر بلا رحمة الكنائس والأديرة في أنحاء جورجيا سيرغو فاردوسانيزي هو أستاذ التاريخ الجورجي من أصل 1500 كنيسة و 1600 رجل دين جورجي كان يوجد عندما استلم البطريارك منصبه 50 كنيسة فقط وبالكاد 70 كاهناً فبادر بمجموعة من الإصلاحات لإعادة بناء الكنيسة بما فيها التركيز على الشباب شجع الشباب على حضور الكنيسة والأخراط بالكهنود واتخذ خطوات لجعل الخدمة أكثر جاذبية ومفهومة بشكل واضح علامات النهضة في الكنيسة ظهرت في أواخر الثمانينيات تواضع البطريارك وتفانيه في الخدمة ترك أثره على كثيرين قرروا الدخول إلى الكهنود مدى البطريارك يديه للناس والناس تجاوبوا معه وهو كرز بكلمة الله والناس رجعوا إلى الله ثم انهار الاتحال السوفيتي في أواخر التسعينيات ما أدى إلى تجديد المسيحية التغييرات التي حصلت عميقة يوجد الآن أكثر من ألفي كنيسة فعالة إضافة إلى كنائس جديدة تبنى كل عام كهذا البناء الضخم الذي يرتفع في ضواحي تبليسي كما أن أكثر من ثلاثة ألاف شخص انضموا إلى الكهنود لخدمة حوالي أربعة ملايين جورجي يقال أن البطريارك إليا الثاني ورث كنيسة متهدة بشكل عنيف ومغطى بكفن والآن هي جسد حي يقول البطريارك دائما أن كل ما تحقق برعايته هو بمشيئة الرب بعد عقود من القمع الديني يعرف كثيرون عن امتنانهم لأن الكنيسة في جورجيا لم تنجو فقط ولكنها تزدهر بفضل رغبة رجل واحد بجعل أمته تقترب أكثر إلى الله تم تحقيق أشياء كثيرة وأشكر الله أنه سمح لي بالقيام بهذه الجهود لأجل أمتنا